اشتركوا في القناة وأن يرزقنا البصيرة والسدادة والثبات مني وكرمة آمين هذا المجلس هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي الحنبلي إن أبو لسي رحيمان الله وإياه تعالى المتوفى سنة ستين وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف من إجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمولود سنة خمسين ومائتين بعد الألف من إجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب مبطلات الصلاة السؤال الثاني والستون ما يبطل الصلاة يبطل الصلاة كل ما أبطل الطهارة يعني نواقض الوضوء وهذا بلا خلاف لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط فلو شبقه الحدث في صلاته بطلت صلاته وكشف العورة عمدا هنا قيد أما الحدث فلا يشترطوا فيه ذلك وهذا محل الاتفاق أما كشف العورة فلو أنها انكشفت عورة مغلبة كشفها ريح بدون اقتيالا منه ثم سترها في الحال بلا عمل كثير فصلاته صحيحة واستدبار القبلة مع القدرة على استقبالها وتقدم أنها يسقط استقبال القبلة في صور فإذا كان قادع استقبالها وجب ذلك وهذا في غير حال النفل مع القدرة حال النفل يقدر النفل في حال السفر النفل في حال السفر واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها المصلي إلا يزيلها في الحال وكذلك النجاسة يجب أن يتخلص منها وإذا وجدها في صلاة يتخلص منها في الحال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبره شبرائيل عليه الصلاة والسلام أن في نعليه خبثاً وفي اللولات وقذراً فخلعهما عليه الصلاة والسلام وجاء هذا عن المسعود وجاء هذا من حديث أنس أيضاً والعمل الكثير في العادة من غير ننسها في غير صلاة خوف العمل الكثير في هذه الحالة يخرجه الصلاة يخرجه عن حال الصلاة يخرجه عن حال الصلاة لكن يقول في غير صلاة الخوف في غير صلاة الخوف أما في حاصلة الخوف فجاء الدليل على أنه لا بأس يتقدم ويتأخر ويقاتل ويصلي على تفصيل مذكور في صفة صلاة الخوف والاستناد قوياً لغير عذر قوياً لأنه إذا أزيل وقع وهذا قول الجمهور فلو كان مستند مثلاً على جدار مثلاً فلو أزيل أو على عمود أو نحو ذلك فلو أزيل عنه مثلاً هذا الشيء الذي استند عليه لسقط فلا تصح صلاته عند الجمهور وقال الشافعي التصح مع الكراهة وهذا في الفريضة أما في النافلة فيجوز لأن القيامة فيها لا يجب لأن القيامة فيها لا يجب ورجوعه للتشهد الأول عالماً بعد شروعه في القراءة إذا نسي التشهد الأول ثم قام ثم قام وشرع في القراءة في هذه الحالة إذا رجع عمداً فما علم ذلك فتبطل صلاته تبطل صلاته مع العلم والذكر لكونه ترك واجباً عمداً لأنه في هذه الحالة يجب عليه البقاء على حالته وزاد فعلاً أيضاً يعني خارج عن الصلاة لأن الواجب حين يقوم أن يبقى على حاله لكن خلاف هل هو اشترط الشروع في القراءة أو بمجرد القيام على ظاهر حديث مجرد من شعبة فإنه لا يرجع وتعمد تقديم بعض وتعمد زيارة ركن فعلي في هذه الحالة لو زاد كرر الركوع مرتين مثلاً فإن هذا يبدل الصلاة إذا تعمد زيارة ركن فعلي هذا يخرج الركن القولي كما تقدم في الفاتحة فإنه لا يغيّ ريّة الصلاة قول الجمهور وأنه لا يبطل مع أن هناك قول بأنها تبطل بذلك وتعمد تقديم بعض الأركان على بعضها يتقدم إشارة إليها أيضاً في أركان الصلاة وأنه يرتبها ولا يقدم بعضها على بعض لأنها كثبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه بطال لها وتعمد إحالة المعنى في القراءة ظهر هذا أيضاً سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة وهذا واضح لأنه إذا تعمد إحالة المعنى هذا التلاعب في الصلاة وهذا لا يجوز وهو ما يغيّر ويحيل المعنى في هذا يتبطل صلاته مع تعمد إحالة المعنى ووجود سترة بعيدة هو عريان لو أن إنسان ليس عنده سترة ثم في الصلاة وجد سترة في هذا كانت السترة بعيدة يحتاج إلى عمل كثير ولا إذ لا يمكن يعني تحصيره إلا بعمل كثير منه لكن إذا كان عمل يسير فلا بأس إذا كان عمل كثير لكن إذا كان كثيراً فقالوا يخرجوا من صلاته ويستتر ويستأنفها وفسخوا النية لأنه بطال لها وإذا فسخها ذهبت النية والنية شرطاً في العمل ففي هذه الحالة كأنه لم يدخل في الصلاة وكأنه الآن بنى صلاة على غير ما يبنى عليه لأن النيه مع المعدومة فلا تصح والتردد فيها التردد فيها هذا هو المذهب وكذلك العزم عليه ولهذا فيه خلاف أيضاً حتى في المذهب إذا كان أجازي ثم حصل تردد لسبب منهم من قال اليقنين لا يجوروا بالشك لكن المذهب كما هنا يبطل بذلك لأنه لم تبقى نية في هذه الحالة كما أنه لا يصح الدخول فيها بالتردد كذلك لا يصح البقاء عليها بعد التردد حين دخل فيها ثم حصل التردد وعمله مع الشك في النية لو أنه مثلاً في الصلاة شك هل نوى أم لا نوى فهذا إن تذكر قبل أن يعمل شيئاً فصلاة صحيحة لكن لو وقع منه عمل من الركع أو سجد في هذه الحالة يكون قد أدى شيئاً من الصلاة بغير نية فتبطل صلاته والدعاة والدعاة بملاد الدنيا وهذا هو قول الأحناف أو قال أسألك مثلاً يسأل الله مثلاً سيارة مثلاً أو وظيفة أو نحو ذلك أو شيء من ملاد الدنيا أو نحو ذلك قالوا يبطل لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء ومن كلام الناس من التشبيح والتكبير وقراءة القرآن والقول الثاني وهو قول الشافعية وغيرهم وكذلك المالكية أنه لا تبطل الصلاة بذلك والنبي عليه الصلاة قال ثم لدخل مسألت ما شاء حبه إليه أعجبه إليه فليدعو به وهذا أظهر وهذا أظهر فلهذا قالوا لو دعا هذا على القول الثاني خلاف المذهب أمثل صاحب المغني في بعض الكلام لو قال أسألك دارا قورا وجارية حسنا مثلا فقالوا إن هذا لا يصلح في الصلاة المنافية والقول الثاني يجوز أن يدعو بحاجات من أمور الدنيا والعبد لا حول ولا قوة له إلا بالله وأقرب الأحوال في هذه المواطن التي هي مواطن جبه الدعاء فهو بحضر ضرورة حتى في أموره وصلاحه في هذه الأمور يكون صلاحا له في عباداته صلاحا له وفي أموره فحين يدعو بها ويلجو إليه سبحانه وتعالى إنه من أعظم الأسباب التي تجعله حاضر القلب ويطمئن ويأنس بدعائه ربه سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نسأل فالعبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وكل الحاجات يسألها ربه يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى يسأله شسع نعليه وحتى يسأله الملح في الطعام حديث عند الترمدي وإن كان مسانا ضعف لكن ضرورة العبد في أموره كلها في دعائه ربه سبحانه وتعالى والإتيام بك في الخطاب لغير الله ورسوله فالإتيام بك في الخطاب لغير الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام قالوا هذا كلام كما لو عطس واحد وسمع عاطف فقال يرحمك الله خاطبه ذلك أما لغير رسول الله سبحانه وتعالى فهذا سلام عليك أيها النبي هذا ورد نصا أما لو قال يرحمه الله أو رحمنا الله ونحو ذلك أو شيء عبارة لا تكون خطابا له في هذه الحالة لا بأس بذلك لا بأس إنما لا يخاطح ذلك والقهقها لأن هذا ينافي الصلاة هذا مبطل لها هذا مبطل لها وخرج بالقهقها التبسم التبسم ورد في هذا الحالة حديث أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام برز للنبي عليه الصلاة والسلام وخارج الكذب الستة العلف الطبران ذكر صح مجمع الزوائد معنى الطبران وغيره وفيه أن تبسم له عليه الصلاة والسلام يراجع سندا والكلام ولو سهوا وهذا هو قول الأحناف كما تقدم في مسأة دعا من هذه الدنيا والقول الثاني هو قول المالكي والشافي أيضا بخاله بهذه المسأة أنه حين يقع الكلام سهوا فإنه فإن صلاته التام ما هو تكلم عنه الحكم السلمي ولم يأمره رضي الله عنه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بشكل إبلي عادة وقصة مشورة صحيح مسلم وجاءت دلة أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في قصة دل يدين حجب هريرة حتى تبين له أنه نقص من صلاته فقام وأتمها عليه الصلاة والسلام وتقدم أموم على إمامه قالوا ولولي عذر فإذا تقدم أموم على إمامه ولو كان المأموم يحتاج تقدم لضيق المسجل مثلا ونحو ذلك فقالوا إنه من مبطلات وهذا هو قول الشافي والحناف اختار تقييد دين وجماعنا العلم أنه لا واجب من عجز ولا حرام عن ضرورة غاية الأمر يكون واجبا فإذا لم يمكن إلا أن يصل أمامه في هذه الحالة يسقط هذا الواجب عليهم ويجوز لهم ذلك لأن تحصيل الجماعة ألزم وأوجب من تركها وكونهم يصلون وحدهم أو يقيمون جماعة ثانية وهذا أظهر وبطلان صلاة إمامه أيضا قالوا تبطل بطلان صلاة إمامه وهذا هو المشهر المذهب وقول الأكثر وقول الجمهور لا تبطل لكن حين يعلم إذا علم بطلانها ولم يخرج فإنه يجب عليها أن ينصرف ويدعه لكن لو أنه خرج من صلاة لكونه سبق والحديد نحو ذلك فصحي أنهم يهتمون الصلاة يهتمون الصلاة ولو كانوا في وسط الصلاة وسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعيده بعده وكذلك سلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا عمدا هذا واضح أو سهوا إذا سلم قبل إمامه سهوا فيه يجب علي يرجع ثم يعود معه ويعيد سلامه فإذا عاده لم تبطو صلاة لأنه استدرك هذا السهو والأكل والشرب سوى ليسير عرفا لناس أو جاهل الأكل والشرب كذلك أيضا مبطل للصلاة وهم قالوا مطلقا هذا مطلقا سوى ليسير عرفا سوى ليسير عرفا لناس أو جاهل ومنها من قبل إذا وقع سهوا فإنه تصح صلاة لكن مثل هذا عادة لا يقع منه الكثير مع السهو في العادة ولهذا قيدوه سوى ليسير عرفا لناس أو جاهل ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مض لأنه ليس بأكل فلو كان بين أسنانه شيء وجرى معريقه فإنه هذا يصعب ويشق التحرز منه ولا تبطل إن نام نوما يسيرا فتكلم وسبق الكلام عن يسانه حال قراءته وكان ابن عباس يغفي حتى يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه وهو يصلي معه ولم يأمره باستنافة الصلاة عليه الصلاة والسلام أو غلبه سعان وعطاس وتثاوب أو بكاء فبان حرفاني لأن هذا بغير اختياره مع أن هذا هذا الوصف موضع نزاع في مسألة تقييده بما بان منه حرفان قال رحمه الله باب صلاة الجماعة على من تجيب صلاة الجماعة الجواب تجيب صلاة الجماعة للصلاوات الخمس على الرجال الأحرار القادرين عليها حظرا وسفرا ولا تنعقد الميز في الفرض وتسن الجماعة في المجل تسن للنساء مفردات عن الرجال فصلاة الجماعة واجبة للصلاوات الخمس وأما المولوك فقالوا لا تجيب عليه الجمعة ولا الجماعة عنده جماهي العلماء لأنه مشغول بخدمة سيده وهناك قول اختاره من حزم وجماعة اختاره علامة السعدي رحمه الله في بعض الرسائل أنها تجيب عليه وقال وقال إن حديد طالق بن شهاب الورد في هذا الجمعة تحق واجه على كل مسلم إلا على مملوك أو مريض أو صبي أو مريض أو مريض أو مرأة أو مرأة قال إنه ضعيه نعلم من قال إنه حديث صحيح عن طالق بن شهاب الورد وإن لم يثبت له طول صحبة فقط ثبت صحبته وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزى مع أبي بكر رضي الله عنه غاية لما يكون مرسى صحابي ومنهم يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام أن جمعة واجبة على كل رواح الجمعة واجبة على كل محترم وحده صحيح رواه النساء وغيره وقالوا أيضا عم الأدلة في وجوب هذه الصلوات صلاة الجماعة وصلاة جمعة والجماعة فالأصل هو دخول دخوله فيه إلا باستثناء واضح لكن الجمعة ستدلوا بحيطارق من شهاب كما تقدم وتسن الجماعة في المسجد وهذا على المذهب وقال كثير منها العلم والصحيح أنها واجبة للأدلة من سمع النداء فنجوب فلا صلاتها تسمع النداء ويدلة صريحة وواضحة في هذا وتسن للنساء وردات عن الرجال وهذا جاء عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنه قال ما يتحمل الإمام عن المأمو يتحمل الإمام عن المأمو ثمانية أشياء القراءة قالوا لا قراءة على المأمو ظاهر كلامهم حتى في السرية حتى في السرية وصواب أن القراءة واجبة عليها في السرية هذا واضح وكذلك في الجهرية على القول المختار لجمع منها للعلم وهو قول الشافعية رحمة الله عليهم وقول البخاري وأبو هريرة وبن أبي هريرة من الشافعية ومن خزيم وتقي الدين هو لعله السوكي رحمه الله أو هذا لعله هذا في مسألة نعم في هذه المسألة فيما أفعل أنها واجبة فالمقصود أن هذا هو الذي تشهد لهذه الله وسجود السهو فلا سهو على المأموم وسجود التلاو فلو قرأ آية فيها سجود سل التلاو فلا يسجد المأموم لأن إنما يتم به والسترة قدامه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولهذا لا يشرع عن المأموم بسترة بل سترة لمن خلفه ودعاء القنوط مما يتحمله الإمام عن المأموم دعاء القنوط فالقنوط للإمام فهو الذي يدعو أما المأموم فإنه يؤمن والمؤمن شريك الداعي وهكذا ثبت السنعي النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يؤمنون خلفه كما في حديث ابن عباس أي في دعاء القنوط والتشهد الأول إذا سبق المأموم يرجع الضمير إلى الإمام فسبق الإمام المأموم بركعة في ربعية في هذه الحال الإمام سوف يجلس بعد ركعة والمأموم ليس موضع جلوس في حق لكن يتابعه موضع جلوس في الأصل في حقه يوافق الركعة الثالثة في حق الإمام لكن الواجب المتابعة في هذه الحال يسقط عنه هذا التشخد ويتحمله عنه الإمام وقول سمع الله لمن حمده وقول وقول سمع الله لمن حمده كذلك أيضا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد ويدعوه وهذا أيضا للإمام والمنفرد وقول من السماء ومن الأرض ومن الأماشة من شيء بعد وهذا فيه نظر الصواب أن المأموم يقول هذا الدعاء لعمل أديل له تقدم الإشارة في هذا من الأولى بالإمام الأولى بالإمام الأجود القراءة ويقدم قارئ لا يعلمه في قصراته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى ثم الأورع ثم يقرع وصاب أنه مثل ما جاء في حديث بمسعود يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا قراءة السلام فأعلموا السنة فإن كانوا السنة سواء فأقلموا هجرة فإن كانوا فأقلمهم بعضها سلما فأكبرهم سنا هذا هو الذي جاء في الأدلة ولا تقديم في شرف في ناس أبو نحو ذلك لكن عند الاستواء يقدم من كان في صفة أخرى أولى وأظهر من ثقاء أو ورع وسدلوا بحديث لا دلالة فيه لو تبت قدموا قريش ولا تقدموها لكن الصعوب ما جاء في الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وصاحب البيت وعند الاستواء يقرع بينهم هذه القاعدة القراءات تكون عند الاستواء وهذا حين يكون فيه مشاحة وصاحب البيت وإيم المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة كما تقدم لا يؤمن رجل بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه والحر أولى من العبد وهذا عند جمعه العلماء ومنها من قال التقديم مثل ما جاء في الحديث في الأقرأ على الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والحاضر والحاضر والبصير والمتوضى أولى من ضدهم وهذه مسائل فيها خلاف فيما يتعلق بالتقديم وقوله البصير قالوا لأن الأعمى ربما يخفى عليه بعض الشيء لكن إذا كان إذا كان هو أرجح الأصل في هذا هو الترجيح بهذه مرجحة من كان أرجح قد والمتوضى مع المتيمم كذلك أيضا كلاهما المتيمم ظهرته تأمة لا نقص فيها لا نقص فيها وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه يعني هذا حين لا حين يكون لا يكون لمم راتب أما إذا كان لمم راتبا فلا يجوز تقدم عليه إلا بإذنه ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره وهذا على المشهور وعند الأحناف والشافعية وهذه الأخرى عن أحمد تصح لعموم قوله عليه أن يأم القوم أقرأهم بكتاب الله إذا كان أقرأ لكتاب الله ولما جاء لما جاء من الأمر بالصلاة خلف الأئمة هو لما جاء فيها حالي كثير عنه عليه الصلاة والسلام وقال صلوا الصلاة لوقتها يعني لم يأمرهم بغير ذلك أو يدعوا الصلاة نحو ذلك فدل على أن الصلاة تصلى ومن صح خلفهم ومن صح صلاة ومن صح لغيره لكن لا ينبغي أن يرتب هذا الإمام لكن لو كان الأمر قد وقع مثلا ويترتب على الترك الجماعة فإنه يصلي خلفهم ولا تصح إمامة مرأة للرجال ولا إمامة المويز البالغ إمامة مرأة للرجال هذا محل اتفاق ونهي علم هناك صورة غريبة ذكرها الحناب رحمة الله عليه وذكرها صاحب المهردات قال إمامة مرأة للرجال فعندنا تصح في مثال إمرأة قارئة مجيدة حافظة لسوار عليدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم من قامها قال تكون خلفهم لا عندهم ذكر شيئا من هذا فالمقصود أنهم ذكروا في مثل هذا في التراوح ففي التراوح فقط أمهم من قاموا خلفهم لا عندهم لا تكونوا أمامهم ذكروا هذا وهذا وهذا قول غريب صاب أنها لا تكون إمامة للرجال ولها تكون خلف الصف وحدها تكون خلف الصف لو كانت وحدها تصف وفي حديث أنه صليت خلف رسول الله أنا أنا وليتي وأم سليم خلفنا رضي الله عنهم ولا إمامة مميز للبالغ في الفرض وهذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني تصح وهذا أضالح عملي بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وقد أمه ولو ستة وسبع سنين في انفريضة وتصح إمامة في النفل وفي الفرض بصبيين مثله ولا يصح الفرض خلف النفل ويصح العكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكس حيث استويا في الإسم فلا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه أمر خلف النفل هذا هو المذهب يعني لا يصح والقول الثاني في هذه المسي يصح لحديث جاب رضي الله عنه وجاء في أيضا أخبار أخرى ما يدل على هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدخول في الصلاة ويصلي مع ما نوجه يصلي ولو كان هذا مفترض وهذا متنفل وهذا والصح وتصح المقضية خلف الحاضرة لأن الجميع فريض فريضة وعكسه حيث استويا في الإسم يعني ظهر مع ظهر عصر معصر ولا عصر خلف ظهر ولا عكسه هذا أيضا موضع خلافين أهل العلم ومنه علم من قال إنها تصح الاستوائهما في الأفعال هو من توسع وهو ظاهر كلام تقييدين وكلام جد أيضا المجد وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم لأن الذي يضر هو الاختلاف في الأفعال اختلاف النية لا يضر النبي عليه قال إنما جعل المتم فلا تختلف عليه فإذا كبر وكبر وإذا ركع فاركع قال فلا تختلف عليه الواجه عنه اختلاف فالمنه عنه الاختلاف في الأفعال اختلاف النية لا يضر هذا ثبت في أخبار عدة يدل على الاختلاف النية لا يضر أين موقف الإمام من المأموم الجواب يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه مقدما عليهم هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام وكان يتقدم وكان يتافت إليهم ويرتب صفوه ويسويها عليه الصلاة والسلام ويصح الرجل واحد عن يمينه محاذي الله ولا تصح عن يسار مع خلو يمينه هذا هو المذا وقال الجمهور تصح ولو خالف السنة ولو صلى خلف عن يساره ولو لم يكن عن يمينه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام أدر العبد بن عباس إلى يمينه وكان قد صلى خلفه ولم يأمر باستئناف الصلاة ولم يكن عن يمينه أحد عليه الصلاة والسلام وتقف المرأة خلفه كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه ولا صح أن يقف الرجل مفردا خلف الصف هذا مع الاختيار لا يصح لا يصح وجاء في حيواب صلى معبد وغيره وحدي علي بن شيبان أيضا لا صلاة مفردا خلف الصف استقبل صلاة فإن لا صلاة مفردا خلف الصف لكن عند عدم موجود من يصافه فلا يترك الصلاة حتى تنقضي فيدخل لأنه غاية أمر واجب سقط عند عدم القدر فلا واجه عجز ولا حرام مع الضرورة من يعذر بترك الجمعة والجماعة يعذر ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض لأنه في حكم والمداب حدث بول والغاية لأن هذه الصلاة تكون مبكرها ولهذا يشرع له أن يقضي حاجة ثم يصلي وقد قال زين ورقم كما حلي الصحيح لما أرى مقيمة الصلاة و احتاجة إلى الخلاء فقال أمرهم الصلاة وقال رسولا عليه وسلم قال إذا قمت الصلاة ورد أن يصلي فليبدأ به قبل أن يصلي سواء في حال الخلاء أو في حال امتلا حتى وهو على الطعام أيضا وهذا فيه حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام ومن له ضائعون يرجوه يعني يبحث عنه ويخشى أن يفوت عليه فهم يعذوه أو يخاف ضيع مال أو فوات أو يخاف ضرر فلا ضرر ولا ضرر أو يخاف عن من استؤجر لحفظه كنظارة مستان لأن هذا فيه ضرر عليه فلهذا عذر بهذا أغذى بمطار ووحل أو ثلج وجليد وريح بالد علي المطار ولهذا جاهز الصلاة في الرحال دل على أنه يعدى بمثل هذا باب الجمع بين الصلاتين هل يجوز الجمع بين الصلاتين أم لا يباح الجمع لمسافر والقصر بين الظهر يباح الجمع لمسافر والقصر بين الظهر والعصر وبين العشاءين بوقت أحدهما هذا تبث في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام لكن الجمع المسافر صحيح أنه يكون عند الحاجة والنبي كان يجمع عليه الصلاة والسلام إذا كان جد به السيل أو كان راكب وراء الارتحال عليه الصلاة والسلام في حديث بن عمر جد به السيل في حديث بن عباس على ظهر سيل في حديث أنس كان عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا صلى الظهرة ثم مركن الصحيح جاءت إسحاق والمستدرك في الأربعين أنه قال صلى الظهرة والعصر إذا أراد أن يمشي فيصليهما حتى لا يقف بعد ذلك في الطريق والعشاءين وكذلك على الصحيح الظهرين وهو مذهب الشافعي يجوز الجامع بينهما يباح الجامعين وعند وجود العذر ويباح لمقيم مريض يعني من مطار نحو ذلك ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة وهذا قول عطاء خلافا للجمهور ولمرضع من شقة كثرة النجاسة والمذهب من أوسع الناس في باب الجامع وذكر صورا عدة في الكشاف القناع نحو ثمان صور في مشروعية الجامع ولعاجر عن الطهارة لكل صلاة فمن يعجع الطهارة بالماء فله الجامع لأنه في معنى المريض لأنه في معنى المريض ويختص بجواز جمع عشاءين ويصل في بيته كما تقدم بوجود ثلج وجليد وحل وريح جليدة باردة ومطر يبون من الثياب وتوجد معه مشقة فمخص الجمع في هذه الصور في جمع الليل لوجود المشقة بخلاف الظهر العصر فقالوا لا تقدم أن القول الثاني أن المعنى واحد المعنى واحد وجاء أن النبي عليه الصلصل الظهر والعصر وفي حليم العباس أراد أنه يحرج أمته والأفضل فعل فعل الأوفق من تقديم الجمع وتأخيره فعل الأوفق به الذي يوافق حاجته أو يقال يعني ما يكون أيسر يعني هنا الأيسر مراجعة الأيسر وهذا هو الظاهر منه هديه عليه الصلاة والسلام تارة أن يكون جمع تقديم تارة أن يكون جمع تأخير تارة أن يستوي أن يستوي الأمر فيكون جمع التأخير لأنه هو الأكثر في هديه عليه الصلاة والسلام وخصوصا في سفره باب صلاة الجمعة على من تجيب صلاة الجمعة تجيب صلاة الجمعة على كل ذكر مكلف حر ولا عذر له وعلى مسافر لا يباح له القصر وتجيب على مقيم خارج الباد إذا كان بينه وبين محل قيامه وفعلها فارسخ فأقل من فارسخ فتجيب صلاة الجمعة بهذه الشروط فإذا لم يكن له عذر والمسافر هذا قول الجمهور والقول الثاني إذا كان مسافر البلد فكما قال الزهري جماعة من سمع النداء فليجب وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر في ذلك وعلى مسافر لا يباح له القصر إذا كان السفر قصير السفر قصير وكذلك العاصي بسفنه وهذه محل بحث ذا كلمة السفر القصير السفر تقسيمه إلى سفر قصير السفر رده جمعنا العلم والعاصي بسفنه أيضا وإن كان قول الجمهور قول إحناه جماعها واختيار تقني الدين أنه له يترخص وتجب على مقيم خارج البلد الذي خارج البلد خارج البلد مثل الإنسان خارج البلد خارج المدينة خارج القرية هو مستقر في هذا المكان مستقر في هذا المكان ولم تتوفر فيه شروط قامة الجمعة إلا أنه يصليها ظهرا مثلا إما يصليها ظهرا أو يصلي في هذه القرية الأخرى فإن كان بينه وبين محل قيامها في فرسخ ظاهر هذا أنه بين مكانه وبين قيامها لا عبرة بطرف البلد وهذا والصحيح من المذهب كما قال في إنصاب والقول الثاني هو الأظهر أنه إذا كان بينه وبين أطراف البلد فرسخ فلا يظل أنه قد يكون الجامع بينه وبينه فراسخ فراسخ لكن عبرة ما بينه وبين أطراف البلد والفرسخ ثلاثة أميال الفرسخ ثلاثة أميال والجمعة لما سمع النداء وهم قدروه بهذا التقدير ما شروط صحة صلاة الجمعة شروط صحة صلاة جمعة أربعة وهي من وقت صلاة الضحى إلى آخر وقت الظهر هذا هو عندهم وهذا هو القول المشهور عند الآخرين والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور أنها عند ارتفاع الشمس وأن هذا هو الصواب وهذا هو الذي ذكر البخالي رحمه الله وذكر شواهده عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الصواب أنها لا تكون إلا بعد سوال الشمس لكن قد بعض العلم يقول إذا كان قريبا منه فهو في حكمه لكن لحظة الأخذ بقول الجمهور وأن تكون جاءت صحة الصريحة في هذا وأن تكون بقرية استوطنها أربعون رجلا أي لا يضعن لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء وحضور أربعين رجلا من من تجيب عليهم ولو بالإمام وتقدم خطبتين هذه الشروط موضوع نظر الصواب وفيها نحو خمسة عشر قول وأقربها اختاره بيوسف واختيار تقي الدين وهو اختار شيخينا الشعال من باج رحمه الله وكثير من يفت في هذا الوقت من أهل العلم هم على هذا القول من العلماء في هذه المسألة يقولون إذا كانوا ثلاثة إمام ومؤذن وواحد يستمع ولو ذكروا وفيها دلة في هذا فلهذا هذا هو الأظهر هذا هو الأظهر وعندهم لو أنه نقص هذا العدد أو خرج واحد لو إنسان حصل لعذر وخرج وهم أربعون بالإمام خرج واحد صلونها ظهرا صلونها ظهرا وتقدم خطبتين لا بد من خطبتين ما شرط الخطبتين شرط الخطبتين خمسة وهي الوقت مثل الصلاة على ما ذكره وهو من حل الصلاة من ارتفاع الشمس يعني وقته وقت صلاة صلاة العيد أي من ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي هو وقت صلاة الجمعة على المذهب والنيات العمال بالنيات ووقوعها حضرا فلا جمعة على مسافر تقدم أن المسافر لا جمعة عليه معنى أنه لا يقيمها لا يقيمها لكن عليه نصلي الجمعة التبعا لغيره وحضور أربعين رجلا من من تجيب عليهم من تجيب عليهم فلو كان أحدهم مسافر قالوا لا يكمل به العدد ولا تصحب الجهة لو كانوا تسعة وثلاثين وكملوا بأربعين وهذا الذي يكملهم ليس من أحد البد مسافر قالوا يصلوا لنا وأن يكون الخطيب من تصح وما ما تهيهم كذلك لو أنه تقد لو صلى بهم وعلى دمتام الخطيب لكنه صلى بهم لكنه ليس مسافر قالوا لا تصح فالخط أبو مسافر ولا تصح والصحيح أنه تصح إمامته وأن مثل الشروط كلها لا دليل عليها مار كانوا خطبتين خطبتين كان خطبتين ستة ويحمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله كتاب الله تعالى ورصية بتقوى الله جل شأنه وموالاتهم ومع الصلاة وجه البعض بهما بحيث يسمع العلد المعتبر فيهما حيث لا مان وهذه الشروط التي ذكرها فيها نزاع حتى في المذهب ومنها علم من قال الواجب هو الموعظة إذا حصل الوعظ والتذكير هذا يكفي ومنها علم من اشترط كشيخ الإسلام القيم ذكر الشهدته شهدته لا إله إلا ويشهد الله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام قالوا فإذا حصلت الموعظة بالخطبة فهذا هو روحها هو لبها ويحرم على سامعهم الكلام ولو قرآنا إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت فعليه أن يلقي سامعه وأن ينصت للخطبة أن هذا واجب عليه ما سنن الخطب سننهما الطهارة سننهما الطهارة فتصح من محدث ومن جنوب على المذهب والقول الثاني أنه لا تصح من الجنوب وإن كان الجنوب يحرم عليه المكت المسجد إلا أن يتوضأ على قول الجمهور قالوا فلا تعلق له بواجب العبادة لو وقع مثلا ستر العورة وساتر العورة وهذا موضع هذا ستر العورة يعني أنه أنه يفعله عمدا هذا موضع وإن كان الموصود أنها قد يحصل إنكشاف العورة قد يحصل إنكشاف العورة وهو مستتر في هذه الحالة إن كان يعني ستر العورة لم يتبين له فلا شيء عليه لكن إذا علم بذلك وجب عليه أن يسترها لأنه حتى القول بهذا لا تلازم بين الصحة والتحريم قد يكون الشيء صحيحا ويكون محرما وإزالة النجاسة أيضا كذلك أيضا قالوا إن إزالة النجاسة ليست واجبة يعني لو كان عليه نجاسة رأى نجاسة وهذا مثلا قد يكون إنسان مثلا بالخطبة يخطط ولم يشعر عليه نجاسة ويشق عليه الخروج ويترتب عليه عدم الموالات أو أنه يكمل بهم آخر لأن لا تشترض أن تكون من واحد لو خطب إثنان كمل أحدهم أجزة وهذا يأتي وهذا أحسن لكن لو أنه تم خطبته ثم قبل الصلاة أزال هذه النجاسة أو استبدل بثوبه ثوبا أو عمامتي أو كان أم كان أن يزيله مع بقاء السطرة التامة في هذه الحالة لا شيء في هذا والدعاء للمسلمين وأن يتلو وتولاهما واحد وأن هذا هي سنة عليه الصلاة والسلام أن يتولاهما واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وكان النبي عليه الصلاة السلام إذا خطب كأنه منذر جيش عليه الصلاة السلام كما في حديث جامل عبد الله في صحيح مسلم وأن يخطب قائمة على مرتفع معتمدا على سيف أو عصر وهذا أنكره بعض أهل العلم ومستدلوا بحديث حكم الحزم الكلافي قال أنه خطبنا رسول الله معتمدا على عود أو شيء من هذا وكانت خطبته كلمات يسيرات في ما وعظهم به وذكرهم عليه الصلاة والسلام ونجلس بينهما في أبا أن يجلس أو خطب أو جالس ساكت قليلا مقصود أن تكون خطبتين وقالوا لا يلزم الجلوس لكن يفصل بينهما حتى تكون خطبتين ومن أعلم أن أوجب الجلوس بالفصل بالجلوس والمذهب قالوا إنه مستحب وليس بواد وقصرهما أيضا وأنه وقصرهما فالمقصود أنه كما قال عليه الصلاة ساحي عمر إن طول سلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة رواه مسلم وكون الثانية أقصر وكون الثانية أقصر ها كم ذكروا هذا كأنهم بنوا على مسألة الصلاة وأن ثلاثة الثانية أقصر من الأولى فالله أعلم هل يجوز تعدد الجمعة والعيد في البلد تحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر موضع من البلد إلا لحاجة هذا هو الأصل الجمعة ليست كالجماعة جمعة الصروات بل لا تقام جمعة ثانية إلا لحاجة فإذا كان هذا المحي يكتفي بجمعة فلا يجوز إقامة جمعة ثانية إلا لطيق المسجد وكبعده عن أهل بعضها البلد وكخوف فتنة لو سمعوا في المسجد واحد حصل فتنة بينهم بينهم عداوات وإحن في هذه الحال لا بس فإن تعدت الغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة باب صلاة العيدين ما حكم صلاة العيدين وما شروطهما وما وقتهما صلاة العيدين فرض الكفاية هذا على أحد الأقوال والقول الثاني أنهما فرض عين لنهد الله جاءت كالصريحة في ذلك وشروطهما كشروط الجمعة من التوطن وعيد ما عدا الخطوتين فإنهما سنة وقتهما من اتفاع الشمس وقتهما من اتفاع الشمس قد رمح إلى قبيل الزوال وهي بلا أذان ولا يقام بني نادنها الصلاة جامعة وهذا ثلاثا وهذا في نظر الصلاة الجامعة ينادلي صلاة الكسوب والجمهور ذهبوا إلى صلاة العيدين لا يشترضونها ذلك ويجوز يصليها المسافر وتصليها المرأة ويصليها الرجل في بيته وظاهر كان المخالي رحمه الله في صحيحه وبسط هذا الحام محجر رحمه الله في فتح البالي كيف صلاة العيد الجواب صلاة العيد ركعتان يكبر في الأول بعد تكبيرة الحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعود ست تكبيرات وفي الثانية بعد القيام من السلول وقبل القراءة خمسا يرفع عديه مع كل تكبير ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبع الله بكرة واصلة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا هذه الصفاجات في حديث عبدالله بن عمر في سبع وخمس وكذلك في حديث عائشة وحديث عبدالله جيد وكذلك حديث عائش شاهد له ودعاء الاستفتاح كما ذكر المصنف رحمه الله بعد تكبير الإحرام ودعاء الافتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام هذا هو المذهب وهو قول الأحناف والشافعية وعلى أحمد الوأخرى أنه بعد التكبيرات الزوائد لكن هذا الأقرب أنه يكون بعد تكبيرة الإحرام كغيره الاستفتاحات في باقي الصلاوات ولو استفتاح بلالأيك فلا بأس بذلك لأن هذا استفتاح للصلاة والذي بعد التكبيرات هو التعود فيكون تعود القراءة فيكون بعد الفراغ من التكبيرات أما ما ذكر من الدعاء الله كبره كبير هذا جاء في بعض العثار ولم يثبت شيء من ذلك والأظهر والله أنها تكبيرات متواليات فيظهر أنها مثل سائل الأدعية التي تكون في الصلوات مثل تشبيحات الركوع تشبيحات السجود يقولها متوالي لا فصلة بينهما ثم يستعيد في الأولى ويقرأ في الفاتحة جاهرا ثم سورة سبه سورة ربك العلو في الثانية سورة الغاشية وهذا جاء في عدة أخبار منها حديث النعمان البشير رضي الله عنه فإذا سلم الإمام وخطب خطبتين كخطبتين الجمعة في جميع الحكام لكن يبدأ الخطبة الأولى بالتسع التكبيرات والثانية بسبع هذا عند الجمهور أنهما خطبتين بعض العلمين رأى أنها خطبة واحدة قالوا لم يثبت أنها خطبتين ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجه أنهما خطبتين وليس فتح بتسع الكبيرات هذا ورد في أثر لعلها عن عبيد الله بن عبد الله وعجبة بن مسعود ومنها العلم قالوا أن جميع الخطب تفتتح بالحمد وهذا والثابت عنه عليه الصلاة والسلام بالحمد والثنى ثم بعد ذلك يشرع فيما هو أنسب في هذه قد تكمل خطبة للعيد الأرحاب فيبين أحكام متعلقة بهذا عيد الأرحاب ويبين لهم أمور تعلق بالتكبير ونحو ذلك في هذه العظيمة أيام الأرحاب وإن صلى العيد كالنافرة الصحة يعني صلى ها بلا تكبيرات لأن التكبيرات هذه عند عامة العلماء هي سنة ما التكبير المطلق والمقيد وما حكمهما الجواب يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين إلى فرق رطبة في كل عشر للحجة والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد كل صلاة صليت بالجماعة التكبير المطلق يكون من مغيم السمس ليلة واحد للحجة إلى مغيم السمس يوم الثالث عشر هذا تكبير المطلق الآفاقيين من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وفي حق الحجاج بعد ظهر يوم النحر يوم العاشر فهم يختلفهم الابتداء ويتفقون في الانتهام ومنها علم قال إنه لم يكن التكبير مغيم شيء لكن حكاه لم أحمد رحمه الله يجمع وإلا في حديث المشهور عند الدار الوطني من جبولة جابر بيزيد الجوع وجاء في هذا آثار عن الصحاب رضي الله عنه هي العمدة ولهذا لم يسويد عم أحمد عنه ذكر آثار عن الصحاب وأنه يعني معنى كلامه كما ذكر صاحبوني وغيره أنه كالإجماع منهم والله أعلم وصف وصفته شفعا الله وقال الله وقال لا إله الله وقال الله وقال الله وقال الله جاء عدة صفات في هذا قد يكون ثلاث مرضات تكبير أو مرتين فيكبر جاء عدة أخبار في هذا الباب وجاء التسبيح والتحميل والتهليل في حديث بن عمر عند أحمد لكن هذه الصفات جاءت من حيث الجملة عن سلمان وعن المسعود رضي الله عنهم كيف حكم الأضحية لو في السنة وأكده ويدزي في الأضحية من المعز ما له سنة ومن الضأن ما له نصف سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبن ما له خمس سنين ووقتها من بعد أسبق صلاة عيدي إلى آخر ثاني أيام التشريق هذا على المذهب والقول الثاني أن جميع أيام التشريق كلها موضع لرضحية ليلا ونهار هذا هو الأظهر إلى مغير الشمس من آخر أيام التشريق باب أوقات النهي ما هي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها ولا تصح الأوقات المنهي عن الصلاة المنهي عن الصلاة النهل فيها ثلاثة هي من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قد رمح في رأي العين ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر في وقت الظهر إلى غروب ولو مجموعة إلى غروب الشمس وعند قيام الشمس في وسط النهار إلى أن تزور سوى سنة الفجر وركعته الطواف وسنة الظهر بعد العصر لمن جمع وسوى إعادة جماعة سوى إعادة جماعة وقيمة وهو في المسجل الحديث كثيرة جاءت قرابة الحديث كثيرة وذكر شواهدها صاحب العمدة حين ذكر الأخبار ذكر شواهد كثيرة في هذا الباب في الصحيحين حديث من حديث بن سعيد الخدري ومن حديثche جاء حديثche جاءت حديث كثيرة في هذا الباب عن عقوة من عامر وعن عامر ابن عبسة في هذا الباب كلها تدل على النهي في هذه الأوقات والجمهور على أن الزوال أيضا وقت الزوال وقت نهي خلافا للمالكية والشافعية فرقوا بين يوم الجمعة وغيره وهذا والصواب في هذا أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي واخصة النهار ليس فيه وقت نهي لأدلها الدالة على الأمر الصلاة حتى يخرجها الإمام والإمام قد يخرج مع الزوال والنبي كان يخرج عليه الصلاة والسلام بعدما تزول الشمس كما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زالت الشمس أو مالة الشمس وقد حث على الصلاة حتى يخرج الإمام ويستثنى من ذلك في هذه الأوقات سنة الفجر وركعتي الطواف يبني عندنا نهتمنا وحدا طعف وصل بهذا البيت أي تساعة شامل ليلة النهار كما روى الخمسة من حيث غير المطعم وسنة الظهر بعد العصر لمن جمع لو جمعت الظهر مع العصر لو جمعت قدمت العصر دخل وقت النهي فله أن يصلي الظهر بعد العصر لا له أن يصليها بعد العصر ولو كان الوقت قد دخل في حق هذا الذي جمع أو الجماعة الذين جمعوا لأنها ذات سبب وكذلك لو أنه دخل المسجد مثلا بعد العصر وكان قد صلى في حق ثاني دخل المسجد مثلا يجري يحضر دارس أو مثلا لحاجم الحاجات والناس صلوا فلا يقول قد صليت فلا أصلي فيصلي وهذا أيضا جميع الصلاوات على الصحيف حديث أسود إذا صليتما في حالكم وثم أتيتما سلي معه فصلي فإنها لكم نافلة كتاب الجناز كيف يحكى ميت يجب ميت خمسة أشياء غسله هذا هو فرض كفاية إجماعا بحديث غسل ماء وسد حديث غسلنها ثلاثا وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوا وكذلك تكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه إلا إذا كان محرم فلا يستر وجهه ورأسه والصلاة عليه وفرض كفاية تسقط الصلاة الصلاة بمكلف لو صلى عليه واحد مكلف سقطت وذكر شيخ منصور أيضا عن صاحب المحرر إما أنه تسقط بصلاة مميز تسقط صلاة مميز كما لو غسله يقول وحمله أيضا إلى مدفنه ودفنه أي في الصحراء ويجوز في البلد لكن السنة التي كان يفعلها النبي عليه السلام هو في الصحراء والنبي دفن أصحابه في البقي عليه الصلاة والسلام لأن هذه سنته ويسن تعميقه ويسن 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 تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن وهذه المتصحة الصحراء العائشة أنه كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج يعني ليس فيهن قميص ولا عمامة والأنت في خمسة أثواب كذلك وهذا في حذيلة بانتقاه وقد اختلف فيه وذكر الحافظ رحمه الله أن الجوز قي رواه بإسناد صحيح ذرع وخمار ولفافتين والحقاء نحو ذلك ذكر خمسة خمسة أثواب والصبي في ثوب وقال أحمد وإسحاق إن كفنوا في ثلاثة فلا بأس وأجروه على هذا أنه أن الأصل أن حكم وحكم الرجال إلا ما استهنين والصغيرة قالوا في ثلاثة أثواب وإن قينا نتكفى في خمسة كان مرأة فلا بأس ولكن الأصل هو وجوب ثوب واحد يستر جميع البناء في حق الرجال والنساء لكن المرأة لما كانت عورتها أغرض وأشد في حال حياة كان سترها بعد الوفاة آكد ولهذا زادت في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم معطيه لما قال قال يعني إذا فرغتن فأذنني فأعطاهن إزاره عليه الصلاة والسلام وحق وقال أشعر نهائيا أشعر نهائيا لأنه كان أقرب إلى جسده عليه الصلاة والسلام أو متصق بجسده كم شرط الصلاة على الميت شرط الصلاة على الميت ثمانية النية أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى ينوي الصلاة ولا يشعر أن يعرفهم ولا يهتني أن يعرفها الرجال أو نساء صغار أو كبار المقصود للنية الحاضرة والتكليف والتكليف هذا كما تقدم أن يكون مكلف وتقدم أنه يجزئ من الميز في قول واستقبال القبيلة هو لابد من استقبال القبيلة لأنها صلاة وسطر العورة وسطر العورة شرط الصلاة على الميت يعني صلاة المصلي المصلي يشتر عورته وأيضا يشتر منكبين أو أحد المنكبين خلافا للجمهور واجتناب النجاسة أيضا واجتناب النجاسة أيضا يجوى اجتنابها لأن هذه الصلاة وحضور الميت بين يدين المصلي فلا تصح على جنازة محمولة مثلا على دابة أو من وراء جدار لكن إذا كانت مرتفعة على شيء إذا كانت مرتفعة على شيء فالصحي أنه يصح بشرط أن لا تكون فوقهم لا تكون فوقهم لأن إذا كانت فوقهم لا تكون لا يشبه أن يكونوا يصلون عليها بل تكونوا أمامهم ولا يكون بينهم وبينها حاجز ولا تكون على دابة تطرب ونحو ذلك وإسلام المصلي والمصلى عليه لأن الصلاة شفعة والكافة ليس أهلا لذلك وطهارتهما أي طهارة المصلي والمصلى عليه من حدث أو نجس كم هي أركان الصلاة على الميت أركان الصلاة على الميت سبعة وهي القيام في فرضها أعني به أول صلاة تصلى عليه يعني إن كان قد صلي عليه يعني قيام فرضها في فرضها يخرج بذلك أنه لو كان قد صلي عليه قالوا يجوز أن يصلي عليه يصلي عليه مرة ثانية ويجوز أن يصلي جالسا لأنها نافلة هذا فيه نظر لكنه ذكر رحمه الله القيام فرضها وظاهر كلامه قال أعني أول صلاة ظاهر كلامه أنه الصلاة الثانية لا يلزم ذلك والتكبيرات الأربع وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام الحديث أبي هرير وحيد جهب الحديث أباس وكبر أربعا وجاء في حديث والتفصيل ذلك مع الفاتحة والصلاة على النبي عليه وسلم والدعاء والصلاة على الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء الميت وأقل والله ورحمه وجاء في هذا عدة تدعية والنبي عليه الصلاة والسلام يروع عنه النبي داود وابن حبانه قال إذا صليتم عن الميت فأخلصوا له الدعاء والسلام والتسليم واحدة مجزئة عن يمينه والترتيب لهذه الأركان يعني يبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم الدعاء ثم بعد ذلك في الختام التسليم كيف الصلاة على الميت صفة الصلاة على الميت أن يقف عند وسط أنثى وصدري الذكر وهذا كما تقدم جاء في حديث أنس رضي الله عنه من السنان عن التلميذ وغيره جاء في حديث سمر الجند بأنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها عليه الصلاة والسلام ويكبر تكبيرها الأولى ثم يتعوذ ويبسمن ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التالي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التالي ويجعل الميت ثم ويخلص في الدعاء ويجتهد وجاء عدة بعيه وأعظمها منها جاء في حديث عوف ابن مالك الله هو الحيين وميتنا صغيرين وكبيرين إذا كان ينثان الله محي محي تفحي الإسلام توفيته وتوفيته وتوفيته يكبر الرابع ويقف قليلا ويسلم ويقف قليلا ويسلم وقال رحمه الله كتاب الصيام هو قدم الصيام رحمه الله على كتاب الزكاة وهكذا يعني كما جاء في دليل الطالب لأنه كالمختصر منه في هذه المسائل باب حكام الصوم بما يجب الصوم يجب صوم رمضان برؤية هلاله وتثبت رؤيته بخبر مسلم مكلف عدل احتياطا للعبادة ولو عبدا أو أنت ولا يكفي في ثبوت غيره من الشهور إلا رجلان عدلان وثبتت الأخبار وجاء من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر أنه أمر الناس بالصيام لما ترى الهلال وكذلك في حديث ابن عباس أيضا كذلك فيكفي برؤيته عدل وقال احتياط العبادة أنه يكفي واحد يكفي واحد أما غيره من الشهور عند الجمهور لا بد من اثنين وذي الحجة وقع فيه الخلاف أيضا وليه قال ولا يكفي ثبوت غيره من الشهور إلا رجلان عدلان ما هي شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم صوم رمضان أربعة أشياء وهي الإسلام والبلوغ هذه شروط وجوب الصوم فلا بد أن يكون مسلما والمعنى أنه لا يصح منه هذا وجوب معنى هذا شروط وجوب وليس المعنى أنه لا يجب لكنه مخاطب به هو مخاطب به ولا يصح منه إلا بالإسلام والبلوغ فلا يجب على غير البال وفيه خلاف أو جبه عليه إذا قدر عليه الصوم لا يجب على غير البال والعقل فلا يجب على المجنون والقدرة عليه وغير القادر نوعا لكنه لا يجب عليه الصوم فمن كان مريضا على سفر فمن كان مريضا على سفر عدة من أيام أخرى ما هي شروط صحة الصوم رمضان شروط صحة الصوم رمضان ستة أشياء وهي الإسلام أيضا كذلك هو الإسلام شرط لهذا والمعنى أنه لا يصح الصوم إلا بالإسلام هو شرط صحة الإسلام فإذا صوم الكافر باطل وانقطاع دم الحيظ والنفاس إن قطع دم الحيظ فإذا انقطع دم الحيظ فمع الحيظ والنفاس لا يصح الصوم لا يصح الصوم أليس إلا حظة لم تصلي ولم تصوم والنفاس دم حيظ المجتمع والتمييز فالغير المميز لا يصح من الصوم ولا يصح من الصلاة لأنه لا يعقل ولا نية له والعقل المجنون أيضا لا يصح منه والنية ليلا لصوم كل يوم واجب هذا على المشهر المذهب وقال كثير من أهل العلم ومنها علم من قالتك في نية واحدة يستصحبها مدى تباقية فله أن ينوي بهذه النية جميع إشاء والإنسان حين يصبح وخاصة حين يأكل وجبة السحود فإنه لا يكون إلا لصومه ولا ينام إلا بذلك فإذا ما داما باقي على هذه النية ولم يقطعها فبقى النية يكفي إن قطعت مثلا النية بسفر وأفطر فيه أو مرض أو حضرة مرة وجبت النية مرة أخرى وفرضه لإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى تمام غروب السمس وكلوا أشربوا حتى يتبينكم الخيط والأبيض من خيط الفجر من خيط أسود من الفجر ثم أتموا الصيامة إلى الليل هل يجوز الفطر في رمضان لأحد؟ يجوز الفطر في رمضان لحامل ومرضع خافة على نفسهما ويجب عليهما القضاء فقط أو خافة على الولد لزمهم القضاء ولزم ولي ولد ولد طعام سكين لكل يوم ودقمح وصواف هذا أن عليهم القضاء لأنهما في حكم المريض في حكم المريض ويجوز الفطر للشيخ ويجوز الفطر للشيخ كبير يعني لا يستطيع الصوم وعالذين يطيقونه في ديتهم طعام سكين جابت كرة أخرى وعالذين يطوقونه في ديتهم طعام سكين فله في هذه الحالة الفطر ويكفر عن كل يوم ويسن لمريض المسافر سفر قصر والمرض يعني مرض الذي يشق مع الصوم والمسافر سفر قصر الصحيح أنه قد يصوم وقد يفطر ويذلك تفصيل ذكره العلماء فإذا كان لا يجدو مشقة بالصوم ويجدو ولا فرق بين الصوم وعندهما عدمه وصام فلا بأس بذلك فالصوم ليس كالقصر قصر الصلاة القصر سنة الراتب والصوم قد يكون في بعض الأحوال الصوم أفضل والنبي عليه الصلاة والسام وأفضل وصام معه بعض أصحابه ويزم الشيخ الكبير طعام مسكين لكل يوم تقدم يزم طعام مسكين لكل يوم وإنشاء جمع خره في آخر الشهر وأخرجه جميع كله لبس ويخذي المريض والمسافر بدون إطعام بدون إطعام كما قال خف عدة من أيام وخف عدة من أيام أسأله سبحانه وتعالي ولكم التوفيق والسلاج مني وكرمه آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ких هناك